أعزائي المشاهدين مرحبا بكم معانا في هاد العدد من حصة زينوهما كيما تعودنا في كل حصة من زينوهما عندنا حلوة جديدة اليوم خيرت لكم انا يعني محنشة ولا نقدر نقول لهم ليسيقا غوايال عندي اللي هنا نشوف المقادر مع بعض عندي اللي هنا كيلة سكر عندي كيلة تعلوز كنت حمصته ورحيته عندي اللي هنا عندي زوج كيلة تعلوز يعني ماشي محمص على حاله وشنو منقى نخلطو هاد المقادر عندي اللي هنا مغرفة كبيرة تعماكلها تعسمن عندي اللي هنا شوية بيستاش مرحي هاد نخليوها الديكور يعني او الحشوة هاد المحنشة ولا اللي سيقا غوايال نطموهم بالمظهر ولا هنا عندي بلوندف باش نلسقو المحنشات تعنا عندي زيت فاش نقلي المحنشة وشوية عسل بعد ما طيب المحنشات تعي نعسلها نبدأ وفتح دير الحشوة تعالي محنشة نشد لهنا غي سيبيون ندير لهنا زوج كيلة تعلوز بيض اللي كنت رحيته يعني نرحيوها متوسط يعني ما منقدر نخليوها نرحيوها كيما تعالي باقلاوة عندي لهنا كيلة تعالوز اللي كنت حمصته يعني اللوز محمص ماقدرش نكتره بزاف باش ما تجيناش بسكرا حاط طيب باش ما تجيناش يعني مره المحنشة هديك نزيدو الكيلة تعنا تع السكر ونخلطوهم يعني لهنا اللوز المحمص لازم ما يكون على خطره راح يمدنا بنا بزاف بنينا اللي محنشات تعنا نخلطوها دوما مليح واللهنا نزيدو لها شوية بنا باش نحي نزيدو لها شوية بنا نزيدو لها شوية بنا بالسمن هاكدا نديرو حوالي مغرفة كبيرة ونبدو نبلو في العقدة تعنا بالمظهر لهنا هاداك السمن نحاول نوزعو كامل على هاداك اللوز هاو راح يمدنا بنا هايلا والسمن اعفوالي السمن ما تديروهش دايب علاش لو كانت ديروه دايب سيرتو فشتة كي تبلو العقدة تعكم يعني حين تخليوها واحد ونص ساعة ولا خمسة واربعين دقيقة ومن بعدها تلقاو هاداك السمن جمد وكي يجمد هاداك السمن اوتوماتيكمو العقدة تعكم اي رايحاتي بس وتنشف نبدو نبلو هاكدا بالمظهر غرب شوية برك باش مجيناش جاريه على خطر انا راح ينقليوهم لو كان جينا جاريه او راح يخرجنا اللوز في المقلاة والزيت هاداك يتوسخ ونعجنو شوية برك باش هاداك سكر يدوب والسمن يتحللنا كامل مع اللوز هاكدا نزيد اللهنة شوية ونعركو هاكدا بيدنا هاكدا يعني كمان عارفو الحلوية التقليدية البنة تحهم كامل يعني السر تعل البنة تعل الحلوية التقليدية راهي في المظهر هو السمن واحنا رانا استعملناهم في زوج هاكدا اللوز تعله هنا راهون طم نخليه بجيهة نحن قبل ما نبدأو نديرو في المحنشات تعنا نشعلو على الزيت باش يسخلنا هاكدا يعني نديرو نار متوسطى واللهنة يعني كي تكونوا تديرو في كاش حاجة وتقليوها يعني الزيت بتاعكم ما ملقلته يعني كمية كبيرة والزيت سخنت تقدروا تزيدوا لها مغرفة ولا فنجل باش ما يتحرق للكمش يعني الحلوة اللي تكونوا تقليو فيها اللهنة كما قلت لكم اعزائي المشاهدين عندي الورقة تاع الديول يعني تستعملوا الورقة تاع الديول إصطناعية ولا تاع الضار عندي اللهنة الورقة تاع الديول تاعي يعني الديول ما ننحوهم ش اللهوة باش ما يضربهم ش اللهوة وينشفونا باش يدورونا يعني تمتم ما يتكسروا ناش في المحنشات تاعنا ولا ليسيقاغ وايال هنا نستعمل هاد الزوج يعني نديروا هكذا حبه في قلب حبه يعني كاين اللي عندهم المقلة تكون طويلة يعني يكتروا فيها الزيت باش يزربوا في العملية هادية تاع تحضير لسيقاغ وايال ولا المحنشة يقدروا يديروا الديول هكذا وحدا قدام وحدا ويديروا لسيقاغ تاوحهم يعني طوال ويزربوا في تحضير تاحم انا نشد لهنا كمية تعلافاقس هكذا نحاول ندير حربوش يعني لهنا يلوز الطول تاعو ما نقدرش نقولكم الطول تاعو انتوما والسنيوة تاعكم كيفش هاكم راحين تقليبهم يعني تقدروا تديروهم طوال تقدروا تديروهم صغار انتوما وش قدرتو هكذا نحطه المحنشة تاعنا في الطرف تاع الديول نشده الطرف تاع الورقة الولانيه تاع الديول مع الطرف تاع الورقة التانية نحاولو نطويهم هكذا ونبدو نطويه في المحنشات تاعنا فينها كنكونين نطويه نطويه نزيروا يعني باش هاد المحنشة ما تشرب باهناش الزيت بزاف لهنا كما قلت لكم عندي بايض تاع البيض باش ما تتحلش لمح النشا تاعي نديل لها شوية بايض البيض هاكدا في الطرف يعني ما تخافوش ما حشي تحرق ولا يبدن نحتالون في لمح النشا هاكدا ونحطوها بهات الطريقة نزيد حبة واحد اخرى الورق تاع الديول يعني لازم نخدموهم اوفيغا موزيغ يعني ما نجبدوهمش يعني من قبل بزاف هاكدا مش ما يضربهمش الريح نزيد ندير كميه تاع اللوز ولا هناكي تكونو تبريباري فلمح النشا تاعكم ولش تولوز تاعكم نشف في كل يعني كل خطرة زيدولو شوية تاع المظهر هاكدا ننسي ندير حربوش كيمال لولاني اللوز تاعنا علش راهو يسعى بنا باش ننحرب شوه على خاطر فيه السمن وهذاك السمن يعني مادة دا سيمة راهو يفرقنا في اللوز ما بسح كي ناكلو المحن شاهد ايا بعد ما توجد هريحة تعطينا بنا مليحة هاكدا ننشد الطرف تاع الورقة تاع الديول الولانية مع الطرف تاع الورقة تاع الديول الثانية ونحاول نطويوهم هاكدا ونتحفوهم مليح وكي نكون ندورو في المحن شاتعنا الهنا نحاول كيفاش نزير عالديول باش ما يتحلوليش في المقلة هاكدا ونديرو لهم شوية بايد البيض هاكدا بها الطريقة يعني بايد البيض راهو شغل ينكل وما راحش يأطر في القاطو بحتاج حاجة هاكدا اللي هننقص للمقلة تاعي وننحي هاد البيض نجيب فورشيطة يعني باش نشد بيها لمحن شا بعد ما نحطها في المقلة بسم الله هاكدا باش ما تتحليش نزيد الحبات الثانية هاكدا ونجيب الهنايا لاغغي فاش نحطوهم بعد ما يطيبو الهنا نشدو زوج فراشط ونحاولو في كل خطرة نقلبو المحن شا يعني نحاولو كيفاش نطيبوها على نار قليلة بهات الطريقة باش ماشي تعطينا اللون تاع الديول من بره طايب ومن الداخل يقعدونا الديول خضورة نطيبوهم غير بالعقل برك والهنا كيما قلت لكم لمحن شتاعي بعد ما طيب نقطحها ونديرها في العسل يعني نعسلها الهنا عندي العسل اللي نراهو في الكاسرونة نشعلو باش يسخن شوية والهنا اعزائي المشاهدين ملاحظات على العسل العسل ما نقدروا نزيدولو يعني حتى حاجة ما نزيدولو للماء للمظهر اللي عسل تعنا اي راح هتتجلد هذيك الحلوه هلاغو نخلو العسل تعنا هكدك على حالها ونعسلو المحن شا في كل خطراء نقلبو لمحن شا يعني باش طيب النا على وجه واحد هكدا ولهنا الزيت ماشي شرط يعني تكون المقلة تعزيت معمرة بزاف حوالي هاد الكمية يعني تكون مغطيها النصطع على المحن شا برك وله لهنا كترنا المحن شا بزاف يعني النيفو تعزيت او رايح يطلع هكدا ما لازمش نغفلو عليها نقلبوها في كل خطراء هكدا والديول اللي هنا يعني على حسب الديول تعكم المحن شا باش طيب كاين اللي الديول التاوحى يكون نخشان يعني رايحها طول المحن شا تعكم باش طيب كيما نهل هنا عندي الديول تاعي كانو رقاق شوية اغلو المحن شا تعي اللي هنا راهي طابت لي هكدا نعود نقلبها غير بها الطريقة ونحيها غير بالعقل هكدا ونحطوها تقطر هكدا هكدا نحطوها بها الطريقة نطفيع الزيت التاعي اعزائي المشاهدين انا العسل التاعي راهي تسخن ما بيدي تبرد لي شوية المحن شا تاعي باش نعسلوها نتلاقوا بعد الفاصل بعد ما تبرد المحن شا اعزائي المشاهدين اللي محن شا تاعي راهي بردد والعسل تاعي راهو سخن نطفيع لي هدوكاتيك ونبدو نقطعو في المحن شا نشدو الحباته هنا تاع المحن شا هكدا بها الطريقة اللي هنا العسل تاعي نحاول ندنيها قدامي هكدا نحاول ندنيها قدامي هكدا ونبدو نقطعو في المحن شا ولكن ما قلتلكم اللي سيقا غوية لازم المستحم يكون هكدا يعني كطوسي ولا يكون مستع الخبز يعني منشار نحاول نقطعو الحبا قدختها هكدا بها الطريقة بسم الله هكدا هكدا ونحطوه ديراكتهمو داخل العسل هكدا نزيد نقطع الحربوش الثاني هكدا يعني انتم ما تقدروا تقيسو ولا يعني اللي قطعو المحن شا عندو الميزان في يدو ما عليش هكدا نحاولو نقطعو حبا قدختها بها الطريقة ونحطوهم داخل العسل يشربو هكدا راح ندنيها قدامي ونحاولو ندخلو لمحن شا تعنا لداخل العسل باش تشربنا مليح هكدا هكدا يعني العسل هادية كرا هي رايحة تدخل في اللوز يعني 4 ساعة و 10 دقائق من بعد العسل هادية تجمد تجمد يعني وتشد داخل اللوز يعني ندني العسل بها الطريقة باش تباني الكيفية مليح هكدا ونحاول نخرجهم غير بالعقل برك هكدا باش يقطروا شوية هكدا بها الطريقة هكدا يعني كما قلت لكم العسل تاعي دوك يشربها اللوز وكي يعني تبرد مليح لمحن شاها دية العسل رايحة تحكم في اللوز ما بس حكينا حاجة لمحن شاها دية يعني ما رايش رايحة تطول بزاف كما نعرفو الديول يجلدو يعني في وقت قصير هاد لمحن شاها دية رايحة تشد لكم يعني يومين على الاكتر يعني ماكسيموم تقعد لكم يومين باش تقرمش على خاطر كما نعرفو الديول يقرمشوا من ناحي هادو من ناحية ونشدو كما قلت لكم البيستاش اللي كنت رحيتو وصيرتو نحاولو كيفاش نديرو لحبة تعلم حن شا شوية بيستاش من الفوق بها الطريقة هكدا يعني تقدروا ديرو لهم شوية لوز ايفيلي ولا لوز مرحي محمص يعني الهنا في الكيفية يعني تعلم حن شا مع الاخر الديكور يولي لكم كل واحدة كيفاش تحب الديكوري ولا كل واحد على حسب الدوق تاعو هكدا بها الطريقة انا خيرت يعني ندير لهم شوية بيستاش من الفوق هكدا اعزائي المشاهدين لحقنا يعني النهايات تعلم حن شا هادية نروحوا الفاصل ونشوفوا المحن شا كيفاش قدمناها اعزائي المشاهدين كما تبعتوني لمحن شتاعي ولا ليسي قا غويل كملناهم بعد ما عسلناهم ودرنا لهم شوية على البيستاش هامل كيفاش نقدموهم ان شاء الله تكون هاد الوصفة عجبتكم وتكونوا خديتوا المقادير وتبعتوني خطوة بخطوة ما بقى لي غير نقول لكم انتلاقوا فيها عدد مقبل ان شاء الله محلو وجديدة بقاووا على اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة